ازايكم يا موليد برج الدالوي يارب تكونوا بخير انا ماريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج توقعات برج الدالوي اليوم السابت 15 يناير كينون الثاني 2022 بالنسبة لتوقعات اليوم هتكتشف جوانب انت مش متوقعها بالنسبة لك ولكل اللي حواليك وكل الاربين منك خاصة اليوم ده هيكون يوم المفاجآت بالنسبة لك عقلك هيمشي من 100 ل 10 اليوم وهو هيعج بالافكار الجديدة الكتيرة المحاطة بيك هتخطط لشغلك كويس جدا وعلى المدى الطويل من غير ما تزعر فخليك مستعد لكل الخطط اللي ممكن تعملها او تنفذها في المستقبل بالنسبة لمزاجك اليوم هترع نتائج اجابية جدا لجهودك خلال الشهر اللي فات والاحتفالات هتكون محاطة بيك من كل الاتجاهات بالنسبة ليك عاطفية دايما بيكون عندك حماس عاطفي كبير جدا وده اللي بيجلي بالعاطفة لمجال حياتك العاطفية والوقت هيكون مناسب علشان تتخلص من الهم وعدم التعامل مع الحياة على محمل الجد اليوم استمتع بالحياة على اقصى حد ممكن وماش هيكون فيه وقت علشان تنتظر الحياة اكتر واكتر بالنسبة ليك مهنيا هتكون بتفكر في كل اللي انت عليك انك تعمله او تقوم به من خلال انك تطلع بتفاقل اكبر او حتى لاستقرار امني او مادي اكتر بالنسبة ليك مهنيا هيكون عقلك المنطقي اليوم هو الشيء الوحيد اللي بياجب انك تتواصل اليه بحل كبير جدا وهيفيدك وهيجعلك ترتقي في تقدير زملائك اليوم فخليك في نفس الاتجاه ده ومتتبع اسلوبك ده بالنسبة لتوقعات العشرية الاولى موليد 21 يونيو ل31 يونيو رحلة قصيرة او حب بعد ده ممكن يكون مؤثر عليك وانت لازلت مش هتعرف انك تريد الحب ده او مش عايزه او حتى عايز الرحلة دي او مش عايزها مش هتعرف تقرره هتستمتع بمتعة كبيرة جدا وهتستمتع باللحظة الحالية على قدر ما تقدر وقدرتك على انك تقضي وقت ممتع مع من تحب او في الحياة على اكمل وجه اليوم هتكون هدية كبيرة جدا امامك هتساعدك على انك تعصر على السعادة اللي انت بتتمناها بكل حال وعندك صفة ندرة جدا اليوم لازم انك تستغل لها توقعات العشرية التانية موليد 1 فبراير ل10 فبراير هيأثر التعاطف او اللام وعلاء اللي بتظهر للاشخاص الجدد اليوم في حياتك على مزاجك بدرجة كبيرة جدا لازم انك تكون محاط بالاشخاص اللي بتتطابق معاهم وهتكون اكتر حسسية لكل من المجابلات والتوبيخ لكنك هتبذل قصاري جهدك علشان تخفيها عن الاخرين اليوم بالنسبة لتوقعات العشرية التالتة موليد 11 فبراير ل18 فبراير هتظهر جانبك الساحر والجذاب اليوم لكل اللي حواليك والجانب اللي انت بتفضله دايما علشان تجذب الانتباه يمكنك انك تتواصل الى اهدافك في اي وقت من الاوقات اللي انت بتتمنها او اللي انت بتستناها هتكون اول ضحية لحملتك الصغيرة في انك تلعب الادوار ومش هتعرف بالضبط انك تتوقف انت عن لعب الدور بالنسبة لحركة الكباكب اليوم بيواصل الامر انه يعمل عبوره للجوزات اليوم وهنكون احنا متواصلين ومعقولين ومنطقيين وحتى ودودين وهناس على مزيد من التنوع اليوم وهيفيدنا كتير هيكون القمر السرطاني الجاي وقائيا ولطيفا جدا وهيعزز تريتنا للامور ورؤيتنا لها وهيكون القوكب المشترى في بورج الحوت وهيأثر على مشاعرنا بالبهجة والراحة مع عالم كبير جدا من العواطف وهتتجه الشمس للتوافق مع بلوته بالضبط في صباح الغد وممكن انه يمنح طاقة اكبر طموح وتركيز اكتر في وقت لاحق هتستمر فترة فراغ القمر لحتى ما يدخل برج السرطان لصباح اليوم التالي وبكده بتكون وصلنا لاخر الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه ما اشتركتوش انتو بستانين ايه اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا انا بكبر بيكم وبدعمكم لي